بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا إزائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم هو من الوحدة الخامسة درس الثاني عنوان درسنا هو يعني اللي هو التصويت الصفي شنو معنى التصويت الصفي فعدنا معنى الصف يعني تصويت زين راح نشوف شنو معنى هذا الموضوع فعدنا هنا يعني الصفوف الرابع والثالث يعني نستخدمها لما نحكي عن المستقبل سينطلقون في رحلة مدرسية يعني رحلة يعني مثل السفرة زين ما الذي سوف يرونه يستطيعون التصويت لأماكنهم المفضلة يعني الصفوف الرابع والثالث الابتدائي ادهم رحلة مدرسية فرح يصوتون على الأماكن اللي يحبون يزوروها فهنا عدنا شوفوا هذا التصويت اللي صار هنا التصويت يعني هنا التصويت شوفوا هذا شكل التصويت لوك انظر ان كونت وعد وحسب فعدنا هنا مثلا صف الثالث هاي نسبة التصويت عندنا هنا الأعداد يعني أعداد الطلب المصوتين عندنا زيرو يعني خمسة عشرة يعني عشرين يعني طالب هنا الأماكن اللي صوتوا لها هنا يعني أعلى نسبة التصويت فعدنا أول شيء أول مكان صوتوا له سي سايدز سي سايدز يعني الشاطئ أو الساحل أوكي شاطئ البحر فعدنا نسبة التصويت على هذا المكان هو يعني خمس طلاب مصوتين لسي سايد عدنا يعني الشلال اللي أخذناها الكلمة سابقا مسوتين ل خمسطعش يعني خمسطعش طالب مصوتين للووترفول وما أخذ أعلى نسبة التصويت يعني أكثر الطلاب يريدون يرحون لهذا المكان يزورون هذا المكان عدنا الكيف الكهف ماخذ نسبة التصويت 10 يعني عشر طلاب مصوتين للكهف بيوزيوم نسبة التصويت ماتة هو خمسة المتحف ميوزيوم ميوزيوم وعدنا الروين اللي هي الآثار مصوتين لها أيضا خمسة فأعلى نسبة التصويت عدنا هنا هو للووترفول يعني أغلب الطلاب يحبون يزورون الشلال بالنسبة لصفر الرابع كلاس فور مصوتين عدنا السي سايدز ماخذ نسبة التصويت عشر طلاب أوكي تين بيوز مصوتين لسي سايدز للشاطئ لهذا المكان الووترفول أيضا مااخذ أعلى نسبة التصويت اللي هو 15% 15 طالب العفو مصوتين لزيارة الووترفول وعدنا الكيف الكهف ماخذ نسبة التصويت خمسة أوكي وعدنا الميوزيم اللي هو المتحف ماخذ نسبة تصويت عشر طلاب مصوتين لزيارة الكهف وعدنا الروين ماخذ نسبة تصويت خمسة بالمية فإذن الصفين صف الثالث والرابع مصوتين للووترفول للشلال يعني أغلب الطلاب يحبون يزورون الشلال عدنا بالتمرين الآخر هنا يلسن أصغي ask and answer ask يعني اسأل and answer وأجد how many نستخدمها للسؤال عن العدد أوكي how many how many أوكي نستخدمها للسؤال عن العدد فسألني how many people want to see the seaside كم عدد الطلاب الذين يحبون أن يشاهدوا أو أن يزوروا السي سايد الشاطئ فنحسبهم عندنا بصف الرابع مصوتين عشر طلاب وصف الثالث مصوتين خمس طلاب فإذن العدد الكلي عشرة زائد يعني 10 plus 5 equal 15 15 يعني 15 طالب مصوتين لهذا المعادة المكان لزيارة هذا المكان عندنا يعني أي مكان هو المفضل للزيارة لدى الطلاب أعلى نسبة التصويت هو فنكتب هنا يعني الشلال هذا كل ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم إلى اللقاء